علي رزقالة فلاح صاحب أرض فلاحية بمعتمدية تمساكن تمسح أكثر من 60 ألف هكتار مغروسة زايتين وزراعات كبرى اكتسحتها نبتة الشويكة الصفراء يعمل علي رزقالة جاهدا على اقتلاعها حتى لا تضر بالغراسات وخاصة الخضروات الشويكة الصفراء هذه تمبت في الربع تو في الوقت عبر شيحة وانا نكافح فيها وانا نلقاها نقلحها واخذيت الرندوب يقتل عرق ملوطة الشويكة الصفراء هذه تعطي برع نبتة غازية يعني نبتة تفق الأراضي نبتة متى دية رقم تحت وسط حتى 4-5 متر وبالتالي من الصعب برشة أنهم بيشتل قضاء عليه وبالتالي لابد من وضع خطة قولاني ماتها خطة ماتها فنية خطة عملية ميدانية وخطة تمويلية ماتها المستوى الوطني على السياسة القضاء عليه خاصة أنا في الجهة السوسة كانت عندنا ما يقارب على 10 هكتار حسب لما أصبحت ما يقارب على 600 هكتار وبالتالي قاعدة تمدد وقاعدة تهدد في الأراضي متعانا كما ألحقت الحشر القرموزية أضرارا بليغة بالتين الشوكي لتؤدي إلى سقوط اللوح المصاب وموت الجذع القرموزية هذه جاتنا من مارس عم ناول وبرنا ما كانش فيه اللي نجمنا نحرقوه توكم الهند هذا يقصير حرقناه بالشنمو صبت المطرمت على خريف هجم هجمة واحدة الميكروبا يجات الهندي كل ولا أبيض نعاونه بشويه هندي قد نقله لسعينة باش نرطح عليه شوي العلفة غالية القرد كيف كيف غالي ما ألقينا إيش معها مقعدش الهندي كتشوفيه كله فاة كله ميت كله مشيه الحشر القرموزية ونبتة الشويكة الصفراء من الأفات التي رصدت في الأراضي الفلاحية بولاية سوسة أضرت بالغراسات والإنتاج الفلاحي وجب التطرق لمختلف طرق المكافحة الويقائية والعلاجية المتكاملة للحد من اكتساحها اشتركوا في القناة